السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن نعذنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعيد فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغضة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهن نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بظنوبهم ونطمع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعضهم موسى بآياتنا إلى فرعون بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظوا كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأوصل في المدائن حاشري يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما ننقم منا إلا أن آمنا بآيات بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون فأتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهة قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا قومهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرثوها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقسم من الثمرات ونقسم من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتينا به من آياتنا وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان فأنا والجارد والخمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرزق قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستغعفون مشارق الأرض ومغاربها الذي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل على بني إسرائيل بما صبروا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يشعرون وجاوزنا ببني إسرائيل والبحر فأغطوا على قوم يعففون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متكبر ما هم في ذي فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون أنساكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة فقال موسى لأخيه هارو نخف لي في قومه وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تغضاني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وخر موسى صعيقا فلما أفى قال قال رب سبحانك تبط إليك وأنا أول المسلمين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعدا وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسانها سأوليكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء لآخرة حمجت أعمالهم هل جزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حييت عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا ولكولن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموه من بعدي أعجلت أمر ربكم وألقوا على النواخ واخذ برأسي أخيه يدره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمث به الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي وأخيه وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألعاح ومن وفي سخيتي خده وفي رحمتهم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فغفلنا وارحمنا وأنت خير الغافلين فاكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عند ربهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليكم الخبائت ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزوه ونصره واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إذا فإلا هو يحيي ويمين فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذين يؤمنوا بالله وكلمته واتبعوه لعلهم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى ذي استصفاه قومه أن الضب عصاك الحجر فانبجست منه اثنتي عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمار وأنزلنا عليهم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رسقناهم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل له مسكنوا في هذه القرية قلوا منها حيث شئتم وقلوا حطة وادخلوا الباب سجة وادخلوا الباب سجدا نغذي لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضر البحر إذ عدون في السبت تأتيهم حينتهم يوم سبعة يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قومان الله قومان الله ملكيهم أو معذبهم عذابا شديدا قادوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرادة خاسرين وإذ تأذن ربك لأبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوبوهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم قطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم عبد العصع والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب ويأخذون عرضا هذه الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقول عن الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الأخذ خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون في الكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل قرهم كأنه ظلة وظلوا أنه واقعوا بهم قذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتغون وإذا خذ ربك من بنيات ومن ذهورهم ذريتهم وأشهدوهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إننا كنا عن هذا غافلين أو تقول إننا أشرق آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون قتل عليهم نوأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشياطين فأتبعه الشيطان فكان من القاضلين ولو شئنا لرفعنا بها ولكنه أخلذ إلى الغض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث كذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فخصص القصص لعلهم يتقون ساء مثل للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبشرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعم بلهم أضل أولئك هم الغافرون ولله الأسماء حسنا فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم لنك يدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نظير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله في شيء وعن أسى أن يكون قد اقترب أجلهم في أي حديث بعده ويؤمنون من يضل الله فلا هادي له ويذرهم في تغيانهم نعمهون يسألونك عن الساعة أيان مغساها قل إنما علمها عند ربي لا يهنيها لوقتها إلا هو ثقل في السماوات والأرض لا تأتيهم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعه ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب ولأستكثرت من الخير وما مسني السوء إن ألا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلق لكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما ثقلت دعوا الله ربها لإن أتيتنا صاحلا لكون من الشاكرين فلما أتاهما صالحا جعله شركا فيما أتاهما فعذفعففا فلما أتاه أتاهما صالحا جعله شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أل شركنا ما يقلغ شيئا وهم يقلقون ولا يستطيعون لهم نشرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعكم سواء عليكم أدعوهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرج يمشون بها أم لهم أدعيد يبتشون بها أم لهم أعين يبسرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يطل الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليهم وهم لا يبسرون خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه سميع أعليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفة من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبسرون وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وقيفة ودون الجهر من القوم بالغضو والآصال ولا تكن من الخافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك ويسبحون وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا بات بينهم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا طليت عليهم نعداته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الشلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرج ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير الذات الشوكة ذات الشوكة تكون لكم يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يحق الحق عبدل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمبدكم بألف من الملائكة مضرفين وما جعل الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ تستغيثون ربكم أمانة منه لنزل لكم من السماء من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عليكم رجزا من الشيطان من الشيطان ويربط على قلوبهم ويتبت به الأقدام إذ يحي ربك إلى الملائك أني معهم فتبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله رسوله ومن يشاقق الله رسوله فإن الله شريط العقاب ذلك فذوقوه أن الكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يؤلهم نومئذ دفره إلى متحرقا لقتال أو متاسيفا إلى مئة فقدبا فقدبا بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس النسير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبطيل الله المؤمنين منه باء حسنا إن الله سميع حليم ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين إن تستفعوا فقدباهم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعبد ولن تغني عنكم فئتهم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا وطيعوا الله رسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله سم البكم الذي ذا يعقلون ولعلم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لا مظلوا معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منهم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إن أنتم قليل مصاعفون في الأود تخافون أن يتخفدكم الناس فعواكم وأيذكم بنصره ورزقهم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا آماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين يكفروا لمثبتوا ويقتلوكم ويخرجوك ويمكرون ويمكرون الله والله يرى الماكرين وإذا اطلع عليهم نعياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا بثن هذا إن هذا إلا ساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان لهذا الغوى الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإئتنا بما عذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يسدون على المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصنيه فذوقوا العذاب وما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون لأميس الله الخبيث من الطيب وجعل الخبيث بعدهم على بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينفقوا يغفر لهم ما قد سله وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم لا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين قله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بشير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته وبركاته شكرا